القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيد محمد بالجزائر العاصمة بعدما طوى كل الملفات المرتبطة بالفساد التي فتحها في سنوات 2019-2020-2021 الآن سوف يفتح الملفات التي بدأ متابعتها في سنة 2022 الله يبارك الفساد ينتعش بكثرة في هذا البلد الله لا تربحهم أبوال ضخمة وملفات كبيرة واستثمارات أهدرت فالحمد لله القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيد محمد يقوم بعمل خرافي بعمل كبير جدا يعني ملف حدا ملف وزير حدا وزير هذا مع ولده هذا مع مرته هذا مع نسيبه هذا ملفات كثيرة أمام العدالة سوف تفتح حسب المقال المنشور في الشروق للزميلة النشيطة الإعلامية نوارة بشوش الذي تائما تعطينا كل صغيرة وكبيرة عن محاكمات الفساد تقول أن قضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيد محمد أحال الأربعاء الفاتح من مارس يعني هذا الجديد تعجديد ملفات الفساد المتابع فيها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأسبق عبد المالك بوضياف وابنه وابنهي ما المفروض إلى جانب المدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة ومن الأرجح حسب مقال شروق أن تتم برمجة قضية الحال خلال هذا الأسبوع على مستوى أحد الفروع الأربعة للقطب الاقتصادي والمالي وهو الملف المتعلق بوقائع فساد تفتح لأول مرة عششت في قطاع الصحة لسنوات طويلة حيث يتابع عبد المالك بوضياف بصفة وزير للقطاع وأيضا بصفة واليا سابقا لوهران ويتعلق الأمر بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات بالإضافة إلى تجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان يعبض الله الفساد وصل حتى كواشف السرطان بالمناسبة هذا قرار الإحالة أو القانون لما تكون المحاكمة ويأتي كل متهم يدفع عن نفسه في البرنامج كما قررت دفاع أشخاص سابقين سأقرأ كل دفاعهم يعني مش ما يقولوش باللي العدالة في اتجاه واحد ولا الإعلام في اتجاه واحد يعني غدا لما يفتح الملف وعبد المالك بوضياف يرافع عن نفسه أو المحامين انتاعه سوف تقرأون في الشروق كل تفاصيل المرافعات وكل تفاصيل المحاكمة إلى ذلك يتابع المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف ابنه من بين 30 شخص بطريقة مخالفة للقانون وهو ما يترجم تهمة استغلال سوء استغلال الوظيفة المتابعة فيها فيما ستكشف محاكمة الحال عن حقائق أخرى لا تقل الخطور عن ملفات الفساد التي بتى فيها القطب الجزائي والاقتصادي والمالي والذي يعتبر القلب النابن لجهاز العدالة والقوة الضاربة للفساد طيلت ثلاث سنوات كاملة ولا يزال يعمل على قدم وساق لحد الساعة قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب سيحيل بدوره خلال هذه الأيام ملف الفساد المتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في نسختها الثانية على قسم الجدولة بعدما انتهى من الاستماع لجميع الأطراف حيث يتابع الوزير السابق للموارد المائية بالراقي أرسقي وقرابة 80 متهم بتهم تقيلة منح امتيازات غير مبررة إبرام صفقات مخالفة لتنظيم طلب وقبول مزايا غير مستحقة قبض أجراء ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرامسة فقط وغير 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 وغير